بسم الله الرحمن الرحيم كان الحديث في الحلقة السابقة حول هذه الآية الشريفة في سورة الناحى الآية أربعة وأربعين قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه في الحلقة السابقة أشرنا إلى بعض الأمور المهمة التفسيرية التي ترتبط بهذه الآية المباركة والآن نريد أن نكمل هذه الآية ببعض الأمور التي ترتبط بها ونقول هذه الآية الشريفة والكريمة فيها صراحة ودلالة واضحة لشيء واحد وهو التبين للآيات القرآنية كأن من إحدى وظائف النبي أن يبين للناس العلوم القرآنية لأنه هو الذي له تلك السلطة الكاملة على جميع الآيات القرآنية الآن هذا السؤال المطروح الدقيق أنه بعد رحيل النبي كما قلنا في الحلقة السابقة إما أن نودع القرآن ونقول لسنا بحاجة إلى القرآن ولا سمح الله نرفع شعار حسبنا كتاب الله هذا غير صحيح وإما أن نقول يلزم أن يكون رجل له تسلط على الآيات القرآنية لكي يبين للناس بعد رحيل النبي العلوم القرآنية وهذا الرجل ليس إلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إخواني والله لا أتكلم عن عصبية أبدا ولكن أقول الذي له السلطة القدرة على جميع الآيات القرآنية هو أمير المؤمنين هذا الحاكم هذا الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة خمسمية وإحدى وسبعين للهجرة في كتابه القيم تاريخ دمشق كبير يروي لنا روايات عديدة بأسانيد مختلفة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإمام أمير المؤمنين قال ما من آية نزلت في سهل أو في جبل أو في ليل أو في نهار إلا وأنا أعلم بها إلا وأنا أعلم بأن هذه الآية أين نزلت على قلب النبي بالليل نزلت أنا أعلم بالنهار نزلت على قلب النبي أنا أعلم في سهل نزلت أنا أعلم في جبل نزلت أنا أعلم الآن الذي له هذه القدرة على جميع الآيات القرآنية هذا يليق أن بعض رحيل النبي يجلس يجلس على كرسي النبي الأكرم ويبين للناس مفاهيم الآيات القرآنية إخواني السعيد بن المسيب شخصية معروفة مرموقة عند أهل السنة هو يقول لم يقل أحد سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي بن أبي طالب هذا معنى يعرف جميع المفاهيم القرآنية ونحن وحينما نؤكد وحينما نركز على وجود مبين بعد رحيل النبي للآيات القرآنية نريد أن ننفي هذا الشعار الذي للأسف رفع في حياة النبي بأنه حسبنا كتاب الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا